السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في القناة شيوات حبيب الغاوي أتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم سوف نشاهد معكم واحد الوصفة رائعة رائعة بزاف مملحة أو لبسطيلة سميها كيف ما بغيته يعني كان وجدوها بالموجود عندنا في البيت وفقط بالبقية ديال الورقة والطيبة ديال السمك كتجي لديدة لديدة ومعلكة بواحد طريقة غادي تأجبكم بزاف زافة البنتي اللي جربتوها والله العظيمة البنتي جهت معلكة ولديدة وفيها النسمة ديال الحوت كأنك خدمتي فقط بالحوت وحنا يخدمنا غير بحبة قلال ديال الكروفيت وشوية ديال صدرت شاجة يعني نصد صدرت شاجة حضرت هاد المملحة ديرا كتكفيت تقريبا حتى لربعة ديال الاشخاص المهم ننزينو بها المائدة ديال افطار وعليش اللي لا يعني حتى في الواجبات اللي في الغضاء والله العشان المهم شاركتها معاكم كانت تمنى تعجبكم هنا يا البنات حتى بديت الوصفة قلت علاش اللي ما نصورش ونشارك عارفة غبرت عليكم ولكن مع الظروف والوقت والمشاهدة قليلة يعني بحالي كان عقزي يعني ما كانش دعمه ما كانش تشجيع بسم الله البنات باش غادي حمد روهاد الوصفة هادي هنا يا بسمي لالبنات خضيت واحد لبصلة متوسطة درت خضار يديك المكركبة دوستها في الهاشوار حتى قطعتها رقيقة مع واحد الحبه ديال ففلح مراحتة هي دوستها في الهاشوار ودرتهم شوية ديال زيت المائدة وشحرتهم حتى بداولي يعني ما بغيتهم شي تلقوا الماء وكانش حرهم مزيان فعفية مجهدة ضفت عليهم واحد زلفة صغيرة ديال المعدنون وفيه واحد شوية ديال القزبور يعني ما تكتروش القزبور يكون معدنش شوية غالب درت واحد تقريبا كالصغير ديال الزيتون واحد الحفنة درتها فلاش واحدة هي حتى تطحنتها مزيان ووضفت عليهم هنا هي واحد الضامة ديال اللي بنا ديال الحوت صراحة كتعطي المادة قزوين بزاف الحشوات وهناي بالنسبة للتوبيل درت واحد المعلقة كبيرة ديال التوبيل ديال السمك اللي تتكون خاصة بالبسطيلة ديال السمك ودرت واحد شوية ديال سكنجبير شوية ديال الخرقوم معلقة صغيرة ديال تحميرة ورسم معلقة ديال البصار وبطبيعة الحال درت شوية ديال الهريسال مهم انها كان وجدو هاد الشرمولة هادي هي اللي غادي تعطينا وحتى عليك هاد البسطيلة هادي اولا مهم اللي حاسا راح انا درتها على شكل بسطيلة زوينة بزاف يعني هادي راها اللي جينا ندوقوها ونشوفها راها بسطيلة وخدرنا غير شوية ديال الدجاج وشوية ديال الحوت ولكن راف طيبة ديال البسطيلة تماما كأنك تاكل بسطيلة عامرة ديال الحوت ويعني معلقة ومشرم لا مقدة مشرم ولا زوينة المهم هنا يا بعد ما تشحرت لديك الشرمولة مزيان زيت ضفت عليها واحد معلقة صغيرة ديال الشرمولة ديال الحوت او توبي للحوت عفوا هنا خديت واحد صدر ديال الدجاجة كبيرة غير النص ما درتوش كامل يعني درت واحد النص ديال صدر الدجاجة كبيرة يعني غادي يكون في الوزن دياله تقريبا واحد ناس في كيلو واخديته وقطعته مزيان طريفة صغار بحلكة بعد ما رقطته في الملح والخل مزيان باش كيرطاب لديك الدجاج حيث كان عندي الدجاج ديال اليوم ما كانش عندي ديال الفريقو صافي هنا غادي نشحرهم مزيان مزيان حتى كان حسب ديك الدجاج كله خدا ديك النسمة ديال الشرمولة هنا يا درت واحد المقلات غادي نشحر فيها شوية ديال الكروفيت اللي عندي غير حبات قلات شوفوا معايا البنات يعني را وخال كيمياء قليلة راكا نحضر واحد الوصفات خاص غين تبعو الطريقة كي يجي ولدها دي بزاف وبساط وفي المتناول يعني كيف ما كان عرفو ده بالوقت غلات والناس يعني اللي حسل نعوان يعني را صراحة كيني الناس را تغلبوا بزاف هنا يا درت شوية ديال الكروفيت ودرتهم في المقلاء شحرتهم شوية ديال الزيت عادية غير كي بدا كي يبيض ليدك الكروفيت كنزيد عليه واحد المعلقات ديال الشرمولة باش كي تلد دليا ما يجينيش بس صافي نابد ما غادي نشحروا غي شوية ما غاديش نخلي حتين شف غادي نخلي في ديك زويت اللي درنا مع داك الشرمولة كيتشرب مزيان صافي وغادي ناخدوه وغادي نصفيه فوق من داك الدجاج اللي شحرنا بالنسبة لهاد طريقة هدي ديك الكروفيت علش ما نقيتوش باش كي تلقلي ديك النسمة هي لت تكون في القشور بزاف يعني في الريوس ديال الكروفيت تيكون نسمة دياله أكتر أحسن من أنكم تنقيه وتسوطي به هاد طريقة كيتلقليكم نسمة قفيت لي شاركتها معاكم في البسطيلة حتى هي ديال الدجاج والكروفيت هني خديته داك الكروفيت صفيته هني فوق من دجاج بدك الزيت وما زال غادي نزيد نصفيه غير تابع معي الفيديا البنات غادي نخرجها منه في هاد النجاج كروفيته هني خديته واحد المقلة درت فيها نفس المقلة اللي درت فيها الكروفيت هي اللي غادي نصطي في هاد الشعرية الصينية اللي ارتبطها في الموقت طاعتها من الأحسنكم دائما الشعرية تقطعوها مزيلا هني را ما زال زدت قطعتها حتى طبط عود رجعت عليها قطعتها باش كتجيني يعني الشعرية مقطعة وما كتجيش دوك الخيط يعني كي يضير نجيو في الأكل كان قطعة شوية يعني ماشي بزاف عود ثانية تكت فرتت هنا يحولتها المقلة مع الدشاج بعد ما شحرتها شوية اخذتلي ذا كنت سماد الحوتلي في المقلة واذا رجعتها هاد المقلة هذي الكبيرة اللي في هاد الشاش هني اضفت الكروفيت اللي بقالي سافي وغادي نحرك كل شي مزيان وغادي نغطي عليه باش كيرجع لي ذاك الصد وديك المكونات كلها يعني كتشرف بعضياتها ذاك الدشاج ودك الشعرية مع الشرمولة اللي درنا ذاك شرمولة البنات الزوينة زوينة زوينة بسف جربوها او خط كون يعني البسطيلة ديال الحوت يعني البسطيلة براسها بعقلها اراك نديرها باراك شرمولة هذي كتشرف وكتعلق لنا البسطيلة ما كتشرفها هنا شفت معي هذة كلماء اللي صفيت من ريوس ديال الكروفيتهه دوم السير ديال هذي البسطيلة هذي باش كتشرف واحد المادة قزوين سافينا بعد ما درتوما هنو غادي ناخد المقلة ديالي غادي نشحرها واحد شوية سوف نطفع لها لا نجعلها مازال لذلك الماء يتحرق و لا يبقى في البسطلة سوف نقوم بحلقة و سوف نزول فوق النار و نجعله جانبا على ما نحطر اللاطة هنا أخذت 1 اللاطة 25 على 25 ممكن أن تقوم بها أخذت لطاها لطاها تكون قليلا لا يكون بسطلة كبيرة و صغيرة هنا أخذت بقايا ورقة و أخذتها و أدهنتها بشوية الزيت بحلقة لا تستعمل نهائيا البنت الزبدة في الوصفة و أستعمل الزيت و أدهنتها و لا يوجد فرق نهائيا بين البسطلة الزيت و الزبدة خاصة في السمك يعني السمك يغطي على المدق الزبدة لم يكن لنضيع الزبدة الممتازة للم يجب سوف تقرصوا معي و لكن و يجب علينا تقرصوا معها من البردة الممتازة و تبقى بإعجاب و ترسيل و تستطيع النهائم ولا يجب أن تكون ملابسًا تملك ومرة امراض هنا بالبيض لتلصق لكم بحال هكا تلصقوا شوي بهذا البيض باش ديك الورقات ما كيتفت يعني ما كيتفرقوش معاكم صافي ناخذت الحشوة غادي نوضعها هنا بالنسبة للحشوة هنا ما زال شوي سخونة ما تسنيتش عليها حتى بردت تماما انتو مخلي واحدة كتبرد باش يعني ما تعدبكمش في هذا ديال ها بالنسبة للمو اللي غادرسي وفي هاد البسطيلة ديال هكا يدي الباقية ما الاحسن يكون للمو اللي غاد يجيكم نيشا في العبار يعني ما مبقوش في دوكل حواشي حيث بالنسبة لهاد البسطيلة هدي كان وجدو غير بالباقية يعني وحنا بغينا يجينا الفينيسيون وجينا مقادة بحالي استعملنا ديك الورقة اللي هي مقادة ومشريه فنهارها ماشي بحال هاد الورقات اللي تيكونوا كل شي مقطع هنا ما تخافوش البنات مازال غادين قدوها وما كتعدبناش نهائي فطيل ديال ها هنا غادين حاول نرجع دوك الجنيبات كاملين الداخل ما تخافوش منها بنسبة للورقة ديال فيلو دائما فاشك الدينوها بالزيت را كتعطيكم شوية ديال الطوع هنا غادي ناخدها وكننغطيها يعني فيما بنشي الطرف مزيان كنغطي بهم الفوق وكننصق بهم التحت ودك الطريفة اللي تيبقى ليا في الاخير ديال الورقنا بالنسبة لها طريقة نديرها تمع الورقة ديال البسطيلة تكون شوية قاسحة وكتجي مقرمشة كتر من القياس وهادي كتجيه شيشة وخام مقرمشة راه ضغية كتجيه شيشة يعني فالهذا باش نشرح لكم مزيان وهنا يخذي ديال الورقات اللي كيبقوا لي بحالي كندخله من الداخل لما قدرتش انكم تديرو بحالكة بنسبة لبنات المبتدئة فقد دخلو يعني دوك الجنب غير في الجنب ديال لاتا ما زال غادي تغطى وغير الحشوة بغيناها تغطى لنا من جميع الجوانب باش ما تحرقش لنا وما يسيحش مزيان ذاك اللي داملي تكون الداخلي كيعطي لبسطيلة للتا صافينا غادي ناخدها وغادي ندهنها مزيان بشوية ديال الزيت وندهنها بالبياض ديال البيض بالنسبة لبياض ديال البيض راه موهمة لبنات في هذا الوصفة هدي باش الورقة كلها كتلصق مع بضيطها كيف ما عرفتوا انها كلها مقطعة وما فيها ميتشة ولكن حاولنا اننا باش يعني نضيباني وباش مكان وحتى هذا الشي اللي تيبقى لنا هذا الروتوش هذا ديال الورقة ولا ديال الورقات الفيلو ما يضي عشان اخذت الورقات البسطيلة كانت عندي في الموج ميت شوفها راجبتها من الميكا انا كان قطعها مباشرة بعد ما كتشتلي وكنديرها في الفريقو هنا يبنتي كتعوني الله يرضي عليها والله يحفظ لكم وليداتكم ويحفظها لي حتى هي المهم هنا يدرت البيض ديال البيض وكندير هكيا البيض ديال البيض مع الزيت يعني باش كتجينا ديال الورقات محمرة وفي نفس الوقت مقرمشها وفي نفس الوقت يعني داك البيض ديال البيض وواللي تيال السقل هنا ديال الورقات فاش كنجي ونقطعها ما تفرتتش لينا صافينا يا غادي نستمر سمحي لالبنات ترى الفيديو شوية طويل والصوت كتير وصراحتا غيباش نشرح لكم مزيان معايا البنات اللي مو بتديئت صراحتا كي سولوا فيها بزاف كنشكركم بزاف بزاف لبنات وخاك انا عبر عليكم فقط يعني ما كنش الدعم ما كنش تجيع ذاك شي باش كان عقز حتى انا ما كرتش انكم تبارتجيولي القناة ويعني تديروا الاعجاب حتى وورا كي تطلع الفيديو فاضلا وليس امرا المهم انا اخذت ذيك زلافة اللي كن نادرنا فيها ذاك الكروفيتصفة ذاك شي اللي تيبقى ليه كنزيد فيه شوية ذيل الزيت مع شوية ذيل تحميره هو باش تندير ذاك اللوني شفت معايا في البسطيلة محمرة مقعدة طيبة كله كي يجي يعني الفوق والتحت يعني كل شي كي يجي ذاك شي محمرة هو هادك شي صافينا غادي اندهنوا مزيان ذاك الزيت مع التحميره مع ذاك النسمة ذاك الكروفيل اللي تتبقى ليه في ذاك شوية ذاك يعني فيما تتبني شي بلاصة ما هيش كنزيد عليها الوقا وكنقدها باش كتجينيها ذاك الموبلحة ولا البسطيلة انا هنا قلت لكم سميها كيف ما بغيتو انا صراحة جيتني في المادة قدي البسطيلة زوينة بزاف وفي الشكل ديالها حتى هو ورا بسطيلة ولكن في الموكونات يعني كيني الناس اللي غادي تبنيهم قليلة ذاك الحشو ولكن راها الديدة وفي نفس الوقت يعني ماشي قليلة بزاف راجت كله طرفك تزييره تتلقي في ذاك الدجاج بالنسمة ذاك الحوت اللي ما شافش يعني انك حضرتها بتجرى غادي يعني اسحابوا انه كل حوت صافينا يدهن تم زيان بالبيض مع الزيت والتحمير الفوق وصافينا نخليها بحلكة بياض بيضة البنات دخلتوا فيها كامل باكة يعني ما خويتوش فقط كان ذهن وكان زيد من ذهن باش تلصق لي دي كل ورقة وقد تعطيني المنظر زوين وهنا البنات بعد ما سالي دخلت هالفران بالنسبة لفران ديالي را سخنته من قبل مزيان مزيان لفوق والتحت درتها في الفران ديالتو كيف ما موكي انكم تديرها في ديالقس هنا بعد ما سخنت الفران تفيت العافية الفوق وخليت فاقت لتحت ودرت اللاطة ديالي غير دست واحد العشرة ديالتقي خشعلت عليها من الفوق والتحت والنارتو تكون يعني اعلامية وثمانين درجة صافي بعد ما قطي برا ما اخذت ليش وقت كتير فاقت نصف ساعة اجيت بهاتش كلي غادي تشوفوا محياه اجيت محمرة ومقرمشة ومقادة ولمدقية سلامة البنت يعني ما تضنوش انكم درتوها فقط بدك الرتوش او البقية ديال الورقة ديال البسطيلة اللي عندكم يعني رغادي تقضيو بيه وحتى الحشوة يعني اللي عندكم فقط الوصفة تكون لديدة وتكون يعني في المتناول على حسب الجهة ديال كل واحد واللي فستطعتو انه يدير وصفة كاملا مكمول احنا تشاركو معاكم الوصفة اللي يقدر اي واحد يديرهم يعني يديرهم البسط ويديرهم اللي عنده حتى هو هنه البسطيلة ديالي او لموم الحام بعد ما قطعتها تجيب هات الشكل هذا جيت معي لك اللي بنات الزوينا بزف والديدة وصراحة عجبتنا بزف كنتم نحتنت وما تعجبكم وتشربوها وتشاركوها مع الاصدقاء والاحباب وشكرا بزف على متابعة وان شاء الله مع فيديو جديد ووصفة جديدة وخليتكم في امان الله وحيفطيه وان شاء الله مع الجديد باذن الله دمتم في رعاية الرحمن والسلام عليكم